السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نعلق فيها مرة أخرى على بعض الأخبار التي تتعلق بالحزمة المالية مع كم الأسف ليس هناك أي جديد أو أي خبر يبين أن هناك شيك تحفيزي قادم في هذه الأيام هناك إشارة سوف أوضحها في هذا الفيديو أن رئيسة مجلس النواب أو زعيمة حزب الديموقراطي نانسي بلوسي ربما تنوي أن يكون شيك التحفيزي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وصوف أوضح لكم هذا الأمر مع كم الأسف هذه الأخبار كلها لا تخدم مصلحة المواطن الأمريكي هناك بعض الإخوان الذين يتواصلون مع من يتابع قناتي من لم يتمكن من التوصل بالشيك الأول هناك بعض الإخوان الذين أزواجهم فقدوا وظائفهم مؤخرا هناك ناس فقدوا وظائفهم مع بداية الفيروس ولحد الآن يعني ما زالوا يعني يحاولون ما أمكن الاستفادة من إعانة البطالة فكما تعلمون إعانة البطالة ليست كافية خصوصاً شيك 300 دولار لأن هناك بعض الولايات التي قامت بإرسال شيك لستة أسابيع معنى أن ستة أسابيع هي قيمة المال التي تتوفر عليه هذه يعني الولاية فليس هناك ربما يعني مخزن مالي للقيام بإرسال الشيكات إلى نهاية السنة فهذا أمر يعني صعب وصعب جداً يواجه العديد من الناس مع كامل أسف هذا هو الوضع الحالي الآن في الولايات المتحدة يعني الأمريكية بالنسبة لأخبار الشيك التحفيزي التاني فكل ما يمكنني قوله هو أنه اليوم هو عودة يعني أعضاء مجلس النواب إلى يعني أعمالهم هناك من يقول بأنه أو يظهر أن نانسي بلوسي هي نقطة يعني الصراع الآن بين الديمقراطين والجمهوريين فنانسي بلوسي ترفض جميع مقترحات الجمهوريين وهذه هي المشاكل التي يعني تعاب الآن وربما تلام على الديمقراطين يعني لحقاً في حالة مثلاً عدم فوزهم في الانتخابات يعني الرئاسية المقبلة فيقال بأن نانسي بلوسي ترفض جميع المقترحات سواء الحزمة المالية المصغرة أو ملسمة بسكيني بيل والتي قيمتها 500 مليار دولار أو الحزمة المالية الكبرى التي اقترحها الجمهوريين والتي قيمتها 1.33 يعني تريليون دولار أو مليار عفواً 1.33 تريليون دولار فالشيء الذي يبين أن هناك ربما أو سوف يكون هناك صراع في الحزب الديمقراطي وهو أن هناك تقريباً 117 عضو في الحزب الديمقراطي رسلوا نانسي بيلوسي يعني أفراد نفس الحزب رسلوا يعني زعمتهم وأخبرها بأنها عليها أن تقبل شروط الجمهوريين لكن نانسي طرف ويقال أن فقط إذا وافقت نانسي وقالت نعم فسوف يكون هناك شيء تحفيز ثاني لأن المال متوفر فقط يجب التفاوض ويعني الوصول إلى حل بين الديمقراطيين والجمهوريين فلو قالت نانسي بيلوسي في هذه الأثناء نعم سوف يتوصل جميع بشيء تحفيز قيمة 1200 دولار وسوف يكون هناك على الأقل تمديد لإعانة البطالة إلى نهاية هذه السنة لكن كما قلت هناك أعضاء في الحزب الديمقراطيين الذين يحاولون الدفع بنانسي بيلوسي لأجل الموافقة لأن هناك شيء تحفيزي في نوينبير يعني بعد الانتخابات ترامب يقول أن هذا الأمر ربما سوف يكون في مصلحته بمعنى أن الديمقراطيين هم من يرفضون الآن مساعدة الأمريكان فهذا ربما سوف يكون في مصلحته لكن مع كامل الأسف إذا كان هذا ما تنويه نانسي بوليسي فلا أظن أن جو بايدن سوف يكون فائزا في الاتخاب الحزب الديمقراطي بصفة عامة لن يكون له آمل مع العلم أن الشعب الأمريكي بصفة عامة ربما فقد اتقى في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري فإذا كان هناك مال وهذا أقوى الرئيس الأمريكي لون ترامب أن هناك مال متوفر من الحزمة المالية كل ما يحتجه الأمر هو اتفاق بين الديمقراطي والجمهوري والمال متوفر ويتم إرسال الشيكات إلى الناس لكن الآن نقطة عرقلة هذه الأمور هي الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم لانسي بيلوسي ولكم التعليق لا يمكن انتظار إلى غاية ما بعد الانتخابات إلى نوان برلين النوان برلين هو نهاية السنة تقريبا يعني لم يتبقى في السنة إلا شهر فقط فهل يعني تعتقدون أن هذا الأمر يعني في صالح المواطن الأمريكي لكم التعليق على هذا الموضوع بالنسبة للإعفاء الضريبي عن الرواتب أو ما يسمى بالتاكس هذا المقترح الذي اقترحه الرئيس الأمريكي في الأسبوع العون من غوشت فهناك العديد من الشركات التي لم توافق على هذا المقترح وعلى رأسها شركات مثل CVS Costco Home Depot ويزفارغو وغيرها من الشركات لأنها لا ترى أن هذا الأمر فيه مصلحة لعملها وتذكروا أن هذا المقترح حينما اقترحوها الرئيس الأمريكي قال بأنه ليس اقتطاع ضريبي بل هو تأجيل للاقتطاع ضريبي للسنة المقبلة فأي إنسان وافق على هذا المقترح عن طريق طبع رب العمل فسوف يتم عدم اقتطاع يعني بعض نسبة مئوية من راتبك لكن عليك إعادتها في السنة المقبلة الرئيس الأمريكي تذكروا أنه قال في حالة إعادة انتخابه فربما سوف يقوم بإصدار مقترح بإعفاء الجميع من إرجاع الأموال لكن تذكروا أن هذا الأمر ليس في مصلحة الرئيس بل في مصلحة الكونغرس يعني الكونغرس هو من يتخذه مثل هذه القرارات وليس الرئيس الأمريكي وآخر خرجات الرئيس الأمريكي مؤخرا هو أنه يفكر أن يرشح نفسه لدورة ثالثة وهذا لم يقع بتاتا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأننا نعلم أن الرئيس يعني أقصى دورة يمكن أن يصل إليها هي دوراتين يعني تمانين سنوات لا يمكن أن يكون حسب الدستور الأمريكي أن يكون هناك رئيس لمدة ثلاث دورات أو أربع دورات فلاكم التعليق كذلك على هذا الأمر نختم بأخبار كورونا فهناك ارتفاع لحالة الإصابة في كورونا خصوصا مؤخرا في صفوف الأطفال بعد العودة الدخول المدرسة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لكن الأرقام تبين مثلا يوم أمس أنه هناك تقريبا تلاتمائة ألف حالة إصابة الوفيات وصلت إلى تسعمائة وسبعة عشر ألف وفاة عالميا تلاتمائة ألف إصابة في العالم وتسعمائة وسبعة عشر ألف وفاة في العالم طبعا الأرقام ربما تكون صحة ربما تكون أكثر من ذلك بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية تم تسجيل نهاية الأسبوع أربعة وثلاثين ألف واربعمائة وخمسين حالة ويعني الوفيات وصلت إلى تلاتمائة وتمانية وسبعين وفاة هذا كل ما يتعلق بأمر الحزمة المالية المقبلة كما تعلمون عودت أعضاء مجلس النواب عفوا إلى عملهم اليوم ربما سوف يكونوا جيدا للجلس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات هذا إذا وافقت نانسي بلوس إلى أنها هي زعيمة الأغلبية في مجلس النواب أما إذا رفضت فسوف نبقى هكذا ننتظر هذا الشيك إلى ربما ما بعد الانتخابات شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته